السلام عليكم عاملين يارب تكونوا بخير معكم شام من قناة يوميات شام أحمد النهاردة هنقدم لكم حالة خفيف جدا وجميل وفي ثواني بيتعمل والجديد هو حالة البشامل بدل البشامل ما هنعمله حادة احنا النهاردة هنحليه وهيبقى المفضل لك والأولادك ان شاء الله قبل ما نبدأ الوصفة ما تنسيش اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب يلا بينا نبدأ هنجيب حالة على النار وهنجيب معلقتين كبار زبدة زي ما انتوا شايفين اهو انا سيحتها النهاردة ابني بقى ساعدني في الوصفة دي شوية لانهما بيحبوها جدا اهو بسيح الزبدة دولا معلقتين كبار ونزلت عليهم بخمس معالق دقيق تمام وببدأ اهو احرك الدقيق في الزبدة لغاية لما الدقيق يختفي عندي خالص كده زي ما انتوا شايفين نزلت عليه باللتر لبن بس لتر لبن اهو ونزلت عليه بخمس معالق كبار سكر وبدأت ان انا يعني احركه كويس جدا المعلقتين دولا اللي انا ديتهم لابني دولا معلقتين كبار كريم شانتي عشان بس يعني يبقى غني ويبقى احلى تمام بتحركي بتحركي كويس كتير جدا 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 عشان ما احصلش بس اي كتلات لغاية بقى ايه لما يعني يتقل ويديك القوام اللي انت شايفها ده بس كده وهو سخن لازم على طول اروح حطاه في كبات التقديم براحتك خالص كبات التقديم ممكن تقدميهم في كسات زي ما انت شايفة كده هي كسات عريضة شوية زي ما انت شايفيني اهو ممكن تقدميها في كبات عادية خالص اللي هي السيدة البيضة السيارة دي عادي خالص هنا احنا هنبدأ في مرحلة الكراميل هتعملي بجد احلى سوس كراميل وسهل جدا 8 معالق كبيرة سكر نزلت عليهم بربع كباية مياه تمام كده قلبتهم اهو عشان يتجنسوا مع بعض كويس جدا اهو عشان كله يدوب مع بعضه كده تمام ويه بسيبه لغاية لما ياخد لون اهو بسه اخد لون معايا حلو جدا رحت انزل عليه بكباية مياه اهو كباية اسفة كباية لربع مياه او كباية لربع لبن وعليها معلقة كبيرة يا نشا يا اما معلقة ونص دقيق انا ما كانش عندي نشا نزلت عليه بمعلقة ونص كبار دقيق وقلبتهم كويس جدا اهو بصي في ثواني ولا تكتل ولا اي حاجة اهو زي ما انتو شايفين اهو وبقى معايا اهو ده سوس الكراميل اللي احنا برضو بسرعة هنمشي نحطه على البشاميل الحلو اللي احنا عملناه قبل ما يجمد معنا اهو حطته عليه من فوق اهو زي ما انتو شايفين اهو بكل سهولة وبتحرك معاك عشان هو لسه سخن وبتحرك معاك بكل سهولة في ثواني يعني الحالة ده بجد بيتعمل في ثواني وحاجة تحفى واقتصادي خالص يعني ده بلتر لبن مش اكتر اهو ده للاولاد انا عملتهم كبايات اهو الصغيرة للاولاد زي ما انتو شايفين هنا بقى احنا زيناها ابني حبي زين بنفسه بقى الكباية بتاعته بالشوكولاتة والأوريو اهو كان عندي بس سوس كراميل هو بيحبه يعني انا حطته عليه من فوق هنا انا برضو زينتها بشوية جوز هند وشوية زيبيب انت بقى بتزينيها ما تزينيهاش بتزينيها بمكسرات باللي انت عايزة برحتك خالص بشوكولاتة باي حاجة يعني تسقبتي والموضوع مفتوح بالنسبالك تماما بس بصوا رائع رائع اتأكد انك بتكلف قشطة كده من كتر ما هو يعني جوسي كده وحلو كده ورائع رائع بجد ان شاء الله بإذن الله يعجبكم وبإذن الله تجربوه تقولي رأيكم فيه وما تنسوش الاشتراك في قناتنا السلام عليكم